هنتكلم في الفيديو ده عن إدارة السيارات نفتح القاعدة كده هنقول له جديد هنقول له إدارة سيارات تخلحها manager 1 جنيه ادارة السيارات متابعة حركة السيارات متابعة خطوط السير متابعة المخالفات المرورية متابعة عمل السيارة متابعة قطع الرجار واخر مرة عاية قطع الرجار دي امتى وكده يعني ورشة سيارات دي مفيدة لو الشركة عندها مجموعة كبيرة من السيارات محتاجة تتبع استهلاك السيارات وكده يعني كورشة سيارة للسيارات طيب الادارة طبعا ما هي الزهرة هنا محتاجة أخش اعدادات ادارة وصل هات المستخدمين هخش عام قاعدة المانات عام اثنين هقول له استخدام ادارة السيارات عبص مين من المستخدمين بقى لا هيستخدمها اقول مثلا manager واقول هنا ادارة السيارات واقول له هنا ايه ادارة السيارات وينشاوط واا 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 هل انا نعلم على كله ادارة السيارات بما عادة عمر الشغل السياحي دي انها بعض اقاصي يعني واجهة مخصوصة لشيء معين يعني نقفل كده ظهرت معي ادارة السيارات طيب قبل ما انشئ السيارات بحتاج اعمل في الاصناف هنا وليكن مسلا هعمل فيها اسميها وقود او تموين سيارات وقود الوقود وفي الوقود دي هبتدي اضيف عندي هنا في الاصناف هقول له جديد طبع الوقود هقول له بنزين 80 حبس الوقود برضو بنزين 90 حبس وقود سولار مثلا اعمل فقط نحط له سعر مستهرك السولار يعني مش حافظ الاسعار كويس هنقول مثلا ايه ب يعني ب 2 جنيه مثلا البنزين 90 ب 4 البنزين 80 نقول مثلا البنزين 80 ب 3 مثلا مثلا اعمل طبعا هنا بردو اه امتور سوبوبات وش سلندر دينامو او كويتش الحكاة اللي بصرفها للسيارات يعني كتر خلينا نخش هنا في ادارة السيارات انشاء السيارات اه على فكر انشاء السيارات لا تؤثر لا في المخازن ولا في الحسابات يعني اه 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 اذا هي مقرد متبع الورشة السيارات بدون التأثير على الجزء المحاسبي في المرنامج او على الجزء المخزن اذا هي ليس الرقم بالمخازن ولا بالحسابات طبعا العربية دي رقم لوحتها كام طبعا ممكن ارقام وحروف يعني ممكن اقول ايه اه 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 طبعا قطاع ايه قطاع الادارة مسلا اه نوع السيارة ملاكي او نقل او نص نقل او ربع نقل اه مركة السيارة التيوتا فيمford اقونا رقم الشاسي كذا 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 رقم المطور كذا كذا اقونا sole ام تا اكددا اقونا الاقونا المرور 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 الشرقية التاريخ تجديدء الدريبة هتجديد الطريبة متقولث تا اقونا هتجد الطريبة في الشهر كذا يوم كذا. بتستخدم وقود ايه? بتستخدم وقود بنتين تسعين. وهكذا. حفز. جديد. سيارة تانية. نفس الارقام كده. بس الاتنين دي تسعة مثلا. طبع الادارة برضو. ملاكي. مركيتها تيوتا. مركيتها تيوتا. رقم الشاسيب بتاعها كذا. ورقم الموتور بتاعها كذا. وتاريخ شراءها كذا. وطبعا هي مرور كذا. والبنزين بتاعها. وهكذا. اذا ننشئ هنا مجموعة السيارة بتاعها. هنا في حاجة اسمها السيارة دولية. طبعا هتكا هتكا هنا تعديل. والوكرة كنت سر واحد. وقف هنا ابتدأ دي ايه? اللي هو ايه? الحاجة اللي بتتغير زي الزيت مثلا. الزيت بتغير مثلا كل ايه? كل خمس تلاف كيلو. محتاج تغير كويتش كل عشرين الف كيلو. كده يعني. اللي هي السيارة الدولية للعربية اللي بتتم المفوت كل فترات محددة. طيب. اوامر السيارة. خطوط سير. تموينة سيارات. مخالفات. مصروفات. ترخيص منتهية. وامتبعة للعدادات. وفي حاجة اسمها ارادات اخرى للسيارة. طيب. اوامر السيارة ديان. ان فيه عربية. هاية تعمل. اوامر السيارة. بس onto Alge. مثلا بتاريخ انى. بسيارة mmm. بتاريخ اوامر рассياركين كده. اه كود. اختار السيارة الليCERي انا عاوزها. قرية العداد كتكام ونهاية العداد كتكام كميتين برضو وهم بتحرقش قال انا جميع هي متين العملية ايه تغيير دينم وابتلي اصرف له اصناف يعني هنا تيه ورشة ابتلي اصرف عن شيء الاصناف بتاعتي ممكن اعمل فقط اصناف جديد قطع غيار وانشاء تحتها بقى اصناف زي ما انا عاوز وقلو جديد طبع قطع غيار دينمو طبعا ما نفعش دينمو ممكن لازم دينمو تيوتا موديل كزا يعني دينمو تيوتا موديل الفين يعني كم السالة الفين اصناف 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 موديل دينمو ايوتا اصناف موديل اصناف 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 كمية ممكن يفضل الازن مفتوح وعادي يسرف ويسرف نفذ التربزة ان انا بعمل عمرة مطور وعمرة المطور دي انا داخد ثلاثة اربعة ايام فيبقى الازن غير مغلق لغاية ما اخلص خلص كل هو عادي كله شوية ياخد حاجات كله شوية يطلب حاجات الميكانيك اللي بيعمل عمرة المطور وفي الاخر بقول له ايه الازن مغلق يعني خلاص العمل ايه خالصت يعني امتدع بنتتحرك يعني ده اوامر الصيان اه اه عندنا خطوط السير خطوط السير دي ان هي السيارة تمشي من مكان الفلاني المكان دي لمتابعة العددات اه هقول له جديد اه بتاريخ اه كذا اه اه المستند بتاعنا اه السيارة الفلانية اه ما فيه السائق اه طبعا ما فيه السائق اه طيب طالبان ايفيدين كده اه 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 تاسك مانجر هنجب بخطوط السير اند اه المفروض في الموظفين هنا انشياء موظف يكون في عند موظفين سائقين يعني هقول له تبع 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 الاضارة فيش مشكلة يعني اه مهم الوزيفة بتاعته سائق اسم هو اين اسم هو جمال اه حاجاتي يعني انتبع هي بتكمل بينتو بموظف يعني مرد السيارات أوراق خط السير سؤاله جديد بالتلاجي started to the same مرد سورة المستند ظهر الضغط خط السير كن ج正 ضميات بداية العداد كان بدأ العداد ب300 يرجع مثلاً 500 البيان عشان يعمل الشيء الفلان يود بضاعة مثلاً او نقل الضرع كذا 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 كم طن مثلاً 20 طن وسعر الطن خمسة كذا وفي نولون 100 جنيه وفي حاجة اسمها الصريف النقل لو حبيت اضيفها وبعد المقصوب ده النواق صرف ايه في السكة؟ يعني صرف 20 جنيه كارتة زائد الحمكة لنقل الضرع مثلاً حفز تمت الحركة طبعاً ورطت العرض كده لبانا عشان انا مش جايبها في اليومية انا قلت يوم 12 فلو انا عملت اي فترة يتخلى لها 12 ده ان هيصل معي لان الحركة دي كانت في يوم 12 طبعاً واضيفك جميع خطوط السيل بتاعت العداد طيب هنا تموين السيارات العربية كل يوم بيتموين طيب خلينا نقول بتاريخ النهاردة فيش مشكلة المستند العربية الفلانية هتموت بنزين 90 بداية العداد كده ونهاية العداد 260 هايخد ايه بنزين هايخد 20 لتر بنزين في سعر 4 جنيه حبس بداخل طبعاً تموين السيارات كلها مخالفات المراري جديد تاريخ النهاردة السيارة الفلانية مستند المخالفة اه 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 كسر اشارة اه قيمتها كام قيمتها 50 جنيه الملحوظة اشارة الدقي اه كسر يعني ايه 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 بداية العداد كده 200 مثلاً طيب طبعاً تموين السيارة دي اه لو قلت كده اه زاهرت معي مشان حسب اليوم نعملها يوم 19 اه اه ادارة الصيارات هنيجي بعد كده المصرفات اه 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 من ضمن المصرفات ديان اه اختار اللوحة كده واقول والله بعيد المصرف انهم ديان العربية صرفت اي شيء اه لحام اه زجاج اه يعني دي يعني اه دي حاجة العربية صرفتها بدون مطروح الورشة بتاعتنا يعني يعني فيه ورشة بتاعتنا اللي احنا من هي اللي هي عوامر الصيانة ديان دي له هي ورشة عندنا والمكانيكي بتاعنا وهو قاعد كل شوية يجيب حاجات ويسرفها للكده ورشة مفتوحة لكن دي نفط انا هو راح عمل حاجة برا كده بسرعة كده ورجع الزجاج بتاعه القصر فهو رايح يعمله لحام فراح راح مبره وجاه ويبقى له قيمة بسرعة كده وبعد تارخيص بيانه الملحوظة الزجاج مكسور فين عشان كذا 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 كما كامل كما خمسين جنيه بسرعة وكذا المنقل داخل مصرات السللات كل عمرة واحدة بعد ما دخلت الكلام ده هو كله ماشي طبعا دي ترخيص منتهية عشان يجيب لي بيانة الترخيص المنتهية. ترخيص العمل تبدو ترخيص السواعين. اقدر اجيب كل ده عشان اطلع التقرير دي تقرير مجمعه وتقرير. يا بس ناخنا في التقرير الشامل ده كده. اقول له من يوم كذا اليوم كذا. طبعا ممكن قبر الشاشة كده عشان تبعها واسعة. اقول له عرض كبلي. العربية الفلانية عملت كذا نقلة وكذا اي 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 اشف العربية دي طلبت صيانة بس خمسمائة. طب لكن العربية التانية دي هي نفس العربية صورة ناسة في عالية بس دي اه فيها حركات ودي حركات دي في التواريخ ودي في التواريخ. اه اه عملت هنا نولون وعملت هنا اراد وعملت هنا تموين وعملت لحام كده يبقى اكمال مصروفها ستمائة. اشان هنا عارض كل حركات كل حركة ممكن اعرض حركة معاينة. حيني قد احس حركات السيارة بس. اجيب لي حركات السيارة بس. عاوز حركة خطوط السير. اجيب لي حركة خطوط السير بس. او انه بقول له لكل الحركات تجيب لي كل الحركات. اه يعني دي فكرة سريعة كده عن إدارة السيارات وفيها تقارير كتيره زي ما احنا شايفين. اه وهي مفيدة جدا طبعا بس للناس اللي عندهم محتاجين ورشة سيارات شكرا